اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فاتصلت بصديق تركي كي افهم منه هذا الامر تقول لا يا فلان انتو كالتركرية او حكومة تركية او اتراك لماذا تعارضون ان كاركوك تكون ضمن كردستان العراق ولماذا لا يجرى فيها للسفتاء فقال لي والله لانه فيها اغلبية تركومانية ترك هو اصلا التركومان وانا قابلت تركومان كثر يعني التركومان هم قبائل تركية بتحدث اللغة العثمانية انا سألتهم الفرق ايه بين اللغة التركية اللاتينية الموجودة التي وضعها اتاتورك واللغة التركومانية فقالوا اللغة التركومانية هي اللغة العثمانية هكذا قالوا ليها المهم حتى لما قابلت فقلت له انتم ليه يعني فقالوا الحكومة الحكومة الشيعة بتاع بغداد بتتطهدهم بتتطهد القبائل التركومانية لانه مسلمين سنة فالذي جرى فقال لي والله انه كاركوك فيها اغلبية تركومانية وعربية والمكون الكردي قليل طبعا ده اسلاميا هذا الكلام لا يجوز لان احنا بلقسمش المسلمين على اساس العراق لكن سيبنا من العقيدة وده خطأ طبعا احنا لانه الاساس في كل تصرفات المسلم هو العقيدة واللي خطأ عقائديا هو خطأ سياسيا واستراتيجيا وفي المصلح يعني انت لو جيت في النهاية تشوف الشراء الاسلامي تقول ليه في هذا الموقف هتجد ان انت بعقلك البشري لو عندك خبرة في درس التاريخ ودرس العدو هتصل لنفس القرار المهم فطبعا اقولت له طيب يعني كاركوك هل تركيا تفضل انها تكون تابع حكومة بغداد المجوسية ولا تفضل انها تكون تابع اقليم كردستان ولا هتنها معلقة في الهواء يعني هل تركيا تريد ان تكون كاركوك دولة مستقلة تقول الله لو تركيا تريد ان تكون كاركوك دولة مستقلة يبقى شيء ممتاز يعني طبعا مش مقاومات دولة انما يعني لو كاركوك هيعملها دولة مستقلة يقول ممتاز انما ما هي كاركوك حالا يا اما تبع 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 حكومة بغداد المجوسية ويعني جئناكم بالذبح وذبح المسلمين يا اما تبع تبع حكومة كردستان العراق وطبع حكومة عاملة وتبع اسرائيل وكلنا ومطلع عنين المسلمين الاقراض اصلا المهم فبين نارين انتونوا مصير كاركوك معلقة فيها عبا فين اذا انت رفضت تخش الكردستان تروح فين المهم قال لي الله ان كان فيه سيناريو قبل دور تنظيم الدولة داعش انه العرب والتركومان يكون لهم شبه حكم داتي او نطاق او كيان او شيء من هذا قلتوه الله خلاص اهلا حصل بقى انما نحن في الايه في الوضع القائم المهم بخط التليفون قطع وما كان مكلمة طوله لم يعرفش اللي حصل يعني التليفون فصل شحنه للتليفون ايه المهم فطبعا انا ما كنتش متفاهم الموقف التركي حتى قابلت صديق تركي اخر وسألته لماذا تركيا تعارض موضوع كاركوك فهو قالي لا ده احنا عندنا معارضة انفصال كردستان العراق اكتر من ان هما يضموا كاركوك ليه يا عمبنا فطلع للتليفون المحمول ووران صور لبعض القناوات التليفزيونية قال وانا لا اعلم ان هي طابعة لحكومة مسعود برزاني اللي هي حكومة اقلام كردستان العراق وطبعا حكومة دي حكومة نصبها الامريكان على المسلمين في كردستان يعني لم يختروها ولم ينتخبوها هذه السور فيها خرائط بتشمل اراضي تركيا في النشرة الجوية يعني جايبين كده تقريبا نصف مساحة تركيا وحاجة نازل قوية فقال لي اذا كان مسعود برزاني وحكومة الاقليم هذه قبل ان تنفصل او تستقل وهي بتقول سنحارب تركيا وهنقسم تركيا فانا كيف اسمح بوجود كيان هو بيقول لي بداية من قبل ما ينشأ انا هأتيلك وهعمل فيك وهقصم تركيا وهعمل كده فطبعا انا تذكرت قوله تعالى يا ايها النبي جاهدوا الكفارة والمنافقين يعني القرآن الكريم حط الاثنين مع بعض جاهدوا الكفارة والمنافقين وتذكرت ما جرى في الحرب العالمية الاولى هو انت تكون فيه حكومة كافرة عدوة محتلة للبلاد المسلمين ولا حكومة منافقة يعني الانجليز كانوا حكومة كافرة تحت المصر خرجت وبعدين جابت لك حكومة منافقة ان كانوا الوافد ولا ولا العسكر موجودين بعد ذلك فتذكرت ما جرى في الحرب العالمية الاولى لما المنافقين ان كان الحسين ابن علي الخائن هذا اللي قاموا بتمرد وخيانة وأطلقوا على نفسهم اسم السورة العربية او المخابرات البرطانية اسمتهم كذلك يعني وحدث قتال الجيش العثماني وتم القضاء على الدولة العثمانية ودفحها بيد من؟ بيد المنافقين الوهب نرجع لموضوع فاذا كردستان العراق اما ان تذهب للمجوس لايران والحلف الروسي والمجوس او ما تبقى في العراق والعراق اصلا تبقى المجوس او تبقى تبقى الامريكان والاسرائيل واليهود يعني وخلال حكومة منافق طيب ايه الحل الوضع المثالي الوضع المثالي هو ان الجيش التركي يدخل ويأخذ كردستان العراق ما حدش بقول لك والله دي ارض تركية والله مش ارض تركية طالما ارض مسلمين ارض المسلمين كلها واحدة وانا بعتبر ماليزيا بلدي واندونيسيا بلدي وتركيا بلدي ومصر بلدي والجزائر والمغرب والسنغال كلها بلادي على قدم المساواة تمام المسلم وطنه بلاد الاسلام وبلاد المسلمين ايا كان مسمح ما فيش هذا الكلام المهم لكن لو الجيش التركي دخل في كردستان العراق ماذا سيحدث الجيش الامريكي سيدخل ضده والجيش الايراني سيدخل ضده والجيش الروسي سيدخل ضده وطبعا جيش حكومة العراق الشعائي وتركيا ظروفها الآن لا تسمح لها بهذه الحرب او محاربة كل هذه الجيوش وبالتالي الحل العسكري مستبعد الامر الثاني هو فرض حصار غلق المعابر منع تصدير النفط وكذا وفرض حصار على اقليم كردستان العراق هذا سيؤدي لأزمة اقتصادية كبيرة جدا في كردستان العراق طي هو مين اللي وراء انفصال كردستان العراق امريكا ماذا كده حدث حصار مشابه يعني عايزين نشوف العادو كيف يفكر قبل ماولا ناخد قرار بغلق المعابر او حصار كده هو العادو كيف يفكر واتصرف هذه الامور فلدينا امرين حدث هذا الامر في برلين بالضبط بعد الحرب العالمية الثانية لما روسيا والاتحاد السوفيتي قرر حصار برلين ومنع دخول اي شيء له كانت برلين مستعمرة امريكية مستعمرة امريكية فرنسية بريطانية في الاخر مستعمرة امريكية تبع الغرب والمانيا الجزء هي برلين دي موجودة جوه المانيا الشرعية والمانيا الشرعية كلها مستعمرة روسية او اتحدثوا في التبع الشعيين وده كان الاتفاق التقسيم بتاعهم بتاع المانيا انه حتى يقسموا برلين نفسه فالذي حدث انه جاء استالين وجاءت روسيا وقلت لك لا خلاص احنا ناخد برلين اصلا يعني ناخدها كلها وفرضوا حصار انه يعني اتركوها ماذا فعلت امريكا امريكا عمل الجسر بالطيران لبرلين وانقذتها حتى وجد الروس انه الحصار اللي هم فرضوه غرز جدوى فرفعوا هذا الحصار طيب الان انت عندك في كردستان حل ليه حل الحسم العسكري واذا وقلنا ان الجيش ترك دخل الجيش الامريكا هيدخل والجيش الروس هيدخل الجيش الاراني فبالتالي حل العسكري مستمع الحل الثاني هو فرض حصار اقتصادي في هذه الحالة هل امريكا هتعمل جسر جوي لاربيل والسليمانية كما فعلت مع برلين الاجابة لا لماذا لانه سكان برلين مسيحيين لكن سكان كردستان العراق هؤلاء مسلمون فامريكا اصلا عاوزة تطلع روح اللي جايبينهم وتبهدلهم وتدوف ستين ده ويجوعوا يجولهم الامراض والملاريا وكذا وبالتالي هي لا يعنيها اصلا رفايتهم في شيء ده هاي انطلعوا روحهم من حالة حتى انا قابلت في احدى المؤتمرات مسلم من كردستان العراق فبكلمه يعنوا الانفصال وهكذا فقال لي الله الكردي الذي يعيش في تركيا او المواطن الكردي التركي هنا عايشين زي الفل يعني الرجال اعمال والوزراء والاعداء في البرلمان وكذا يعني المواطن المسلم الكردي في تركيا بيحاسب اردوغان وبحاسب الحكومة وبينتخب وقول لك عاوز ده ومش عاوز ده المواطن المسلم الكردي في كردستان العراق مقدرش يفتح بوقه ضد نصحول برزاني يعني ما في السجن على طول مش من حقه لا ينتخب ولا يجيب ولا يعني هي حكومة ناس دعليبر برشوت بالقوى المسلحة احتلال ممنصبة طيب فامريكا اصلا تريد ازلال المسلمين في كردستان العراق وبالتالي هتسيبهم هتسيبهم يجوهم هل هذا هيؤثر على رضا مسعود البرزاني لا ليه لانه امريكا فرض حصار على العراق كل في عدسة ضمح سيد من الذي يجاع الشعب العراقي وصدام جاع ابدا ده لما دخلوا اصلا صدام الامريكان وجدوا خمور ومش عارف فوتكا ايه وخمور فرنسية وملابس مش عارف منين وكذا من هذا القبير فبالتالي فرض اي حصار على كردستان هو سيؤدي الى ان اوضاع المسلمين في كردستان العراق تسوق وحكومة برزاني لن تتأثر وهيظل يظلها السلاح والبترول وكذا وهي مش هيف كما حدث فعاد صدام الذي سيدار عامة المسلمين في كردستان العراق وبالتالي انا شايف ان الحصار يعني قرار لن يؤدي الى الا انه يجري يعني انا شايف ان قرار الحصار سيؤدي الى انه يخدم ما تريده اسرائيل وامريكا تحديدا ليه الازمة الكردية نشأت ليه اصلا يعني في عهد الدولة العثمانية ما كانش فيه مشكلة اصلا اسمها كردستان وكان المسلمين الاكراد مقاتلين اشداء في الجيش العثماني وهم والمسلمين العرب ومعهم المسلمين الاطراق والمسلمين الالبان كانوا زي ما في شباء الكلام ده هم الذين انقذوا اسطنبول في الحرب العالمية الاولى في معركة شنق قلعة او جاليولي بالاسم الانجليزي والمسلمين الاكراد حاربوا مع الدولة العثمانية مش حاربوا مع الدولة العثمانية وكلوا كان مع بعضه حتى السلطان عحمد كان كاتب ان الحرس بتاعه في مذكراته كاتب ان حرسوه من الاكراد المسلمين الاكراد صار ان حرسوا السلطان اللي بيحمي رأس الدولة كان من المسلمين الاكراد في ذلك الوقت أنا قابلت دكتور اسم دكتور مفيد يوكسان أستاذ جامعة تركي وهو أصلا من كردستان كردي يعني وطبع أنا ضد كل هذه الخيانات التي تحدث وقال ليه أنا جدي كان مفت الدولة العطمانية حتى أنا سمعت أن الدكتور محمد جورمز رئيس الشؤون الدينية السابق اللي هو فتح المساجد يوم الانقلاب العسكري في تركيا لما أمريكا حاول التحتل تركيا من خلال هذا الانقلاب الدكتور محمد جورمز رئيس الشؤون الدينية اللي هو مفت تركيا اللي كل المسلمين في تركيا بيمشوا وراه وفتواه يعني هو رئيس الشؤون الدينية وده أصلا كردي فالمقصود وزير المالية المهم يعني أصد إيه إنه ما كانش فيه مشكلة أصلا في عهد الدولة العثمانية كل الكلام ده مش موجود ما الذي حدث وانا بقول ليه الحصار قرار خاطئ سيؤدي إلى نتائج خاطئة كيف كيف أنشأت المخابرات البريطانية ومن بعدها الأمريكية والموساد الإسرائيلي لمشكلة كردستان أنشأها إزاي إنه يأتي خائد مثل صدام حسيد ويضطهد المسلمين الأكراد يقول له إحنا عرب وإنتوا أكراد بقى أنتم خوانة وإنتوا مش عارف إيه خلي بالك ويأتي خائد مثل بشار يقول للمسلمين الأكراد أنتم لن نعطيكم الجنسية وبعدين خلي بالك بقى هنا الأمريكان أو الروس نصبوا خوانة يمارسوا اضطهاد على المسلمين الأكراد ويقوم الأمريكان منصبين خوانة ناحية التانية كزعماء على الأكراد على المسلمين الأكراد يقول لهم شوفوا إن هؤلاء يضطهدون ده هو بشار هو المرتكب الجريم يعني هو بشار التكب الجريمة نيابة عن المسلمين العرب وإحنا كنا انتخبناه أصلا صدام التكب الابتهادات النيابة عن المسلمين العرب ما كانش يبثينا وحدش انتخبه أصلا ده فرد زي ما سعود برزاني بفروك كده على المسلمين الأكراد مقدروش يعملوا فيه حاجة ومش مقدروش يعني إنواه موضوع عليه كورهن فتقوم أمريكا بقى نصبت الخاونة من ناحية دي تنصب الخاونة من ايه من ناحية التانية على المسلمين الأكراد ونحن بقى ندفع عن كوردوك وإن هؤلاء العرب بجيقول بقى أن بشر وحش ولا إن صدام وحش لا بقوم ينسب جريمة صدام لعموم المسلمين العرب برضو ينسب اللي كان فيه خيانة حصلت من هنا ولا ينسبها لعموم مثل المسلمين في سوريا وكذا فيبدأ يقسم المسلمين إلى كوردي وسوري وعربي وإنت لما تيجي في تركيا لا تعرف تمزك كوردي من التركي من الألباني من السوري من العراق ما بعرفهمش وده موضوع آخر سياتي له يعني وقبلت الأكراد سواء كانوا مسؤولين أو كده أو سائق تاكسي وأكتر حالات طبعا سائق تاكسي أو بائعين يعني فوجات إنه تم خلق مظلومية يعني لم يتم تقديم بعد الحرب العالمية الأولى ما الذي حدث جرى اضطهاد المسلمين العرب من خلال أنظمة وضعها الاستعمار يعني إيه اللي حصلنا إيه اللي حصلنا في مصر بعد كده جالنا العسكر وجالنا حزب الوافد وجالنا كذا طولوا روحنا ما الذي جرى للمسلمين في سوريا ما هو بشار وقبل أبوه مطلعوا روح المسلمين في سوريا ما الذي جرى في العراق بعد الاستعمار ما جالهم صداموا ما الذي جرى للمسلمين في تركيا ما جرت لهم حكومات بانقلابات عسكرية يعني ما حصل شي فيه حصل اضطهاد للمسلمين الأقراد ولكن حدث اضطهاد مشابه هو نفسه للمسلمين الأطراق وحصل اضطهاد هو نفسه للمسلمين العرب ولكن الفرق بين المسلمين الأطراق والمسلمين العرب والمسلمين الأقراد أنه قدم اضطهاد المسلمين الأقراد على أنه تم اضطهادكم لأنكم أقراد خلي بالك وتم تقديمهم على فكرة وبيجر التأكل لانه ليس لكم دولة طب احنا في مصر اضطهضنا وطلعوا روح اللي جايبين اهو السيزم طلعوا روحنا والعسكر بتوع احنا اضطهضونا ليه في مصر وعندنا دولة سميها دولة هي مش دولة بس سميها دولة بالمفهوم ان لها كورسي في القرآن المتحدة وحتة قماشها بمتلونة وبترفرف البرتكول ايه اللي انا قبطه بقى عارف انا النهاردة اروح مصر ولاجي بصر ده ادي الدولة دي او الحكومة دي او الانقلاب هذا ويلاحك نفكل دولة العالم وراح خد كل اموال الناس وصدرها اموال الشعب وصدرها وقائداته ونوابه واسزة الجامعات وجايب الاجانب احنا مصر مستعمار الاجانب الاجنبي في مصر يقتل المصر وبعد كده اخد بعضه يسافر اخد قرار ترحيله شكرا فين بقى الدولة ما انا عاوز افهم يعني انا كنت في عهد الدولة العثمانية كنت اقوم مصر اروح السعودية البلاد الحرمين الشريفين النهاردة اروح انا اقاف على باب السفر في السعودية يقف في الطبور وباب ساج وانت مين ومن كفيلك ومش عارف ايه ورايح لمين وقاي من ايه هل هذا اللي انا كنت في الدولة وانا وجودها كنت زمان اوصلت كان زمان اروحت اشتغلت في السعودية ولا في قطر ولا في البحرين ولا في الكوين من غير كفيل كنت جي التركيا حتى من غير تأشير ولا اذن امني ايه اللي انا قبط بقى يعني انا عاوز افعل يعني الجدودي او اجدادي كان نعيشين حقيقة افضل من هاد كان الراجل بتنقل من اللي بوسنا والهرسك لالبانيا للشيشان لليامن لكذا اي بلد يحب مزاجه ولا حد يقوله انت رايح فين ولا جاي من ايه انه بقى احنا قبطناه النهاردة انه كل شعب بقى حطينه في صندوق وقفلين عليه تحت مسمى الحدود المهم فالمسلمين الاطراق ظلموا والمسلمين العرب ظلموا والمسلمين الاقراد لكن في حالة المسلمين الاقراد تم تقديم سبب الاضطهاد على انهم عرق في حالة المسلمين الاطراق اديوا لهم سبب الاضطهاد ان انتوا مسلمين ازاي لابد تكونوا علمانيين وفي حالة المسلمين العرب نفس الشيء يعني فإذا كثير من سائق التاكسي أو العاملين أو كذا من المسلمين الأقراض أنا وجدت عندهم غيرة شديدة على الإسلام وهم فخورون بأن جدهم صلاح الدين الأيوبي ولكنهم زرع في دماغهم أن الأتراك لهم دولة والعرب لهم دولة ولا سوريا ولا مصر وأن الدنيا هتبقى نعيم لو بقى في دولة اسمها كردستان شوف المصيبة المسلمين في السودان أيام ما كانت مصر والسودان قالوا الله لو أنتم فصلتوا والبقى هتبقوا نعيم هاي المسلمين في السودان نارضة عايشين في نعيم عايشين في فقر المطق هناك المسلمين في مصر عايشين في نعيم ما عايشين في عشش وفي المقابر وفي الصبالة وفي الصفية المسلمين في جنوب السودان مش لقين يأكلوا هناك فبالتالي ان تقوم دولة لو ما تقومش دولة مرشها لا طب ما امريكا الخمسين ولا ما عمروش خمسين دولة يعني ليه انا بقى عاوزين نقسم المهم فاذا انا ارى ان العاطق الاكبر او العبء الاكبر يقع على عاطق الحكومة التركية لماذا الحكومة التركية استثمرت كثيرا في معرقة البطول ولم تستثمر في معرقة العقول اردوغان لما جاء الى حكم تركيا ماذا فعل قال انه المسلمين الاقراط ظلموا فراح الرجل يدوم حقهم وعمل تنمية وشاء مطارات وكذا وعين في الوظائف يعني انت لما تشوف حل المسلمين الاقراط قبل اردوغان وبعد اردوغان نقلة رهيبة تمام في الانتخابات الرئاسية الاخيرة ده هي ما الذي حدث ريع 10% ودول غالبيتهم اقراط انتخبوا مين في نزل المرشح رئاس اسمه صلاحة دين دمرداش صلاحة دين دمرداش او صلاحة دين دين دمرداش انتخبوه وما انتخبوش اردوغان وفي الانتخابات البرلمان وما انتخبوش حزب اردوغان انتخبوا برضه هذا الحزب هزب القوم الكردي لماذا؟ لأن الحكومة التركية فعلت عكس ما يفعله الإنجليز وعكس ما يفعله الأمريكا الإنجليز والأمريكان والروس حاليا يستثمرون في العقول ولا يستثمرون في البطوم يعني أمريكا النهاردة شائد كم طريق في كردستان العراق ولا حاجة قدمت ايه مساعدات للمسلمين في كردستان العراق ولا لههم أمريكا اليوم قدمت ايه للمسلمين الفرين من سوريا ولا حاجة روسيا اليوم قدمتين المسلمين الفرنسيين ولا حاجة اللي امريكان والروس واللي قابلين من الانجليز والفرنسيين استثمروا حاجته معركة العقول ومعركة السلاح يعني امريكا عامت ايه في كردستان وفي العالم العربي كل فتح القناة فضائية للرز وعمت افلام ومسلسلات انا بالامس كنت بشاهد مهرجان الجونة السينمائي ده اللي عامل راجل اعمال الصليبي نجيب سويرس وده يعتبر احد حكام مصر الفعلين السيسة ارطور لانما نجيب سويرس اعلى من مستيسي نفسه فطبعا بشاهد المموسلهات والمموسلين وكده فوجدت والله كأنك انت نجيب سويرس ده يعني هو السيد وهؤلاء الجواري المموسلات دول شوية جواري عنده والمموسلين شوية عبيد واماء حوالي كده كلهم يعني بيجروا على جزمته فنجيب سويرس ده من قبل مررس يمسك الحكم قال انا عملت 300 فيلم 300 فيلم ما بالك بقى زي ما انا حالا بقىصل ل500 فيلم ولا 600 فيلم احتكار للإعلام احتكار لسوق الإعلانات اي صحية تخرج عن طور نجيب سويرس يقفلها اي موقع كده يقفلوا اي قناة فضائية ما تسمحش كلامه بيقفلها او بيتملكها او بيشتريها او كده المهم يقول له في يد نجيب سويرس هالنجيب سويرس اكل حد في مصر ما هو الإخوان عملوا ايه راحوا يشوفوا الفقراء ويأكلوه وده طبعا واجب اسلام نجيب سويرس ما اكلش حد بفرق ده هو نهب الفقراء ولكنه وجه للفقراء افلام السينما والدعارة والتي الادب والمسخرة وكده والمخدرات والبنج والافلام ده كلها وهؤلاء الفقراء الذين نهبهم نجيب سويرس هو سرق جيوبهم وسيطر على عقوله وبعدهم تلحهم في 30 سوريا ضد رئيس مرسي تركيا في سياستها مع كردستان العراق وفي سوريا يعني سياسة تركيا في العراق وفي سوريا تفعل نفس ما فعله الاخوان المسلمين في مصر دي الحقيقة المر انه النهاردة لما تيجي تشوف انت الثورة السورية تركيا كم قناة تليفزيونية وجهتها للثورة السورية لا شيء صفر ايه المنمر الاعلامي التركي الموجه ليه المسلمين في سوريا خلال السور ولا حاجة كل 25 مليار دولار اللي تركيا نفقتهم على الاكل والشور انفق هل تركيا انتاجت فيلما يخص التاريخ السوري لا هل تركيا انتاجت فيلما عن صلاح الدين الايوب الخاص بالاكراد ويذكر الاكراد بمن هم ومفروض انهم يكون منهم صلاح الدين الايوب مش مسحوب برزاني ولا ولا فلان ولا علان ولا تركان اللي هم عادين شغالين مع الموساد لا هذه الحقيقة هي عملت مطارات وعملت طرق وعملت كامل لكن عملت فيلما واحد تخاطب به الاقراد وتفكرهم وتقولهم خلي بالكم وتعرفهم ازاي الامريكا جابت بصعوب برزاني ولا جابت فلان ولا جابت علامة وانا اشتغلت عليهم وخلتهم زعماء عليهم بالقوة وبالقه ابدا اليوم لما ثورت المسلمين في سوريا حدثت حتى انت تخش على قناة روسيا قناة روسيا اليوم بتاع روسيا تقريبا 650 مليون مشاهدة الان على اليتيوب تخش على قناة التركية التيراتي التركية النطيق بالعربي تقريبا كام 5 مليون مشاهدة 6 مليون مشاهدة حاجة زي كده والتنس 100 مليون انا وريك الاعلام الروسي فين والاعلام التركي الموجه لعالم عربي فين وبعد كده نقول والله هو ايه اللي بيحصل هو لانه للأسف الشديد الحكومة التركية كل انفقها وجهته الى معرقة البطول عارف انت الامريكان والروس الامريكان والروس يعملوا ايه يبوز لك دماغ الناس دي ويجوعوهم وبعدين يقتلوهم وبعدين يقول لك اتفضل لتركيا انت تفيني او انت علجي او انت اكلي او كده فاصبحت تركيا دي بمثابة اللي شال نقالة قاعد ياخد النقالة ويدفن او يودع المستشفى والتاني يقتل فالامريكان والروس استثمروا فيه معرقة السلاح ومعرقة الاعلام ولذلك انت في ازم الكردستان قنوات فضائية كثيرة موجهة للاكراد كلها بتديرها المخاورات الامريكية وبعدين انا سألت اللي عرفهم من الاتراك يعني فيه كب قناة انتوا عندكم وقالوا والله قناة التيرتي الكردية بس وفي الاخر هاليا بقى مشاهدة لو مش مشاهدة اصلا يعني تيرتي العربية الموجهة للعرب غير مشاهدة اصلا يعني انت القناة من 2007 حتى عشر سنوات حتى اليوم ما تأثيرها وهذا يجب ان الحكومة التركية ما الخلل في قناة انت في تيرتي العربية ليه لماذا لم تنجح حتى اليوم يعني انت الحكومة التركية في اعلامها الداخلي نجحت وعملت ودي الدئاب وعملت ارتغل وعملت في الانت مصطفى وعملت سلطان عبد حميد وعملت تلفزيون التركي ويعني سمعت انه شعبية كبيرة وده الواضح يعني لكن تجي بقى للخدمات الخارجية الموجهة في حالة اللي موجهة للعرب مش موجودة يعني موجودة كده لكن فين ما مفيش هذا يستوجب انه والله الحكومة التركية تقف وتقول في خلل هنا وتشوف الخلل ده تصلاحه انما النهاردة انت كم من الاموال التي انفقت على العمليات العسكرية التركية فيما تعلق بي جنوب تركيا او في كردستان العراق ضخم جدا طب كم من الاموال خصص لمخاطبة عقول المسلمين في كردستان العراق او في كذا مفيش الانجليز بقى لا ده الانجليز كانوا بيعملوا نخب ويعملوا جمعيات ويعملوا كذا والامريكان عاملين نخب في العالم العربي كل دولة عربية النخبة فيها نخبة امريكية يعني امريكا بتعلموا وتصرفوا وتشغلوا وتعملوا جمعيات ومراكز وقنوات فضائية وكل عجل تلاقي نخبة مصر امريكانية نخبة السعودية امريكانية نخبة العراق امريكانية نخبة سوريا امريكانية او الروسية او يعني المهم انت بقى وهنا سألت برضو يعني فقال لك والله احنا غالبية المسلمين في كردستان سبعين في المئة مين هم يعني ميولهم اسلامي سبعين في المئة وثلاثين في المئة عالمانيين حتى الميليشيات الكردية هدي اللي يبتنسوا نصاقار دول اصلا ارمان على مش عارف ايه علي ايه اذا انا قرر انو الحكومة تركية ازياجب عليها كي تنتهي ان نريد العودة لعهد الدولة العثمانية ان المسلمين الاطراق والمسلمين العرب والمسلمين الاقراد كما كانوا في عهد الدولة العثمانية كما كانوا في معركة شنق قل ع tro36 كما كانوا في معركة قوت العمارة في العراق IGHT كما كانوا في كتفه الجند المسلم الكردي في كتفه الجند المسلم الأناضولي كان في جمه الجند المسلم الألباني في كتفه الجند المسلم العربي كله كان بيقاتل دفاع الاسطنبول كله كان بيدافع في قتل العمارة كله كان بيقاتل في غزة مكانش فيه حد يقول أنا كردي وحد يقول أنا تركي وحد يقول أنا عربي وأنا سوري وأعراقي ومصر مفيش الكلام أنا مسلم إذن الأصل أننا للأسف طرقنا عقول أبنائنا من المسلمين الأقراض لقنوات أجنبية وقنوات عميلة وطراخنا عقول أبنائنا من المسلمين السوريين لقنوات أيضا عميلة أنا شاهدت إحدى القنوات التي تبثل من تركيا وموجهة لسوريا بتطعم في تركيا وإن تركيا بتستعمر حلب وإزاي تقبل بليرة تركيا في حلب وإن الناس السوريين برفضوا اللغة التركية والحكومة بتساعدهم شيء والحكومة مش عارف إيه كلام كذب يعني وهذا يزاع من أرض تركيا يعني تجي دولة أجنبية بفلوس تفتح قنوات تلفزيونية في تركيا وتوجهها للمسلمين العرب والمسلمين في سوريا المسلمين مش عارف في مصر المسلمين فيين تجي دولة أجنبية تجي تفتح قنوات داخل أرض تركيا ويبقى أمام المشاهد المسلم في مصر ولا في سوريا ولا في كذا ان القنوات دي اصلا قنوات تركية ومحسومة على تركيا وبتاع تركيا وهو بياخد منها المصدقية وفي النهاية هو الدول الاجنبية اللي جات في تركيا وفتحت هذه القنوات ووجهتها هي شغالة بالرسالة الامريكية بتبص عقيد السايكس بيكو والتقسيم وانا مصر رفع رسك فوق وانت كرد رفع رسك فوق وانت سوري وانت تركي وانت كده وتعمل النعرات من خلال السير للتاريخ من خلال الاخبار من خلال مش عارف ايه مش خلالها كده بالتالي الحكومة التركية اذا ارادت ان تحل هذه الازمة الى حين ما الظروف الدولية تتغير ويتم الحل الجزري الى ذلك الوقت لابد يتم الاستثمار في معركة العقول ارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت موضوع سريع ايدلي بقصص له حلقة اخرى لانه طبعا الوقت طال للأسف بس اقصص له حلقة اخرى باذنه ان شاء الله ارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة